مرحباً طلاب الأعزاء كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف السين إذن هكذا يكون شكل حرف السين سوف أقوم بتعليمكم كيفية كتابة حرف السين الآن سوف أقوم بقراءة الكلمات التي تبدأ بحرف السين انتبهوا جيداً إليها سمكة هذه سمكة سوف نقوم بتلوين السمكة وسوف نتحدث عن قصة جميلة عن السمكة أيضاً سلحفات هذه هي السلحفات التي تمشي بشكل بطيء سوف نقرأ أيضاً قصة السلحفات والأرنب سمكة سلحفات وسكين هذه الكلمات تبدأ بحرف السين سوف نقوم أيضاً أعزاء الطلبة بتلوين حرف السين داخل الخط وهنا أيضاً في كتاب اللغة العربية يوجد كلمات كثيرة تبدأ بحرف السين سوف نقوم بقراءة هذه الكلمات مثل كلمة سمكة سرير وسلحفات وساعة أيضاً هي هذه الساعة سوف نقوم بتعلم أيضاً كيفية تنظيم وقتنا وماذا نفعل بالروتين اليومي من خلال التحدث عن وحدة من نحن؟ أيضاً هنا عزيزي الطالب سوف تقوم بتتبع النقاط لكتابة حرف السين وسوف تقوم بوضع دائرة على الكلمات التي يوجد فيها حرف السين مثل كلمة مثل صورة ساعة جرس فرس هنا أيضاً أعزائي الطلبة سوف نقوم بتلوين السلحفات باللون الأخضر وسوف نقوم أيضاً بإلصاق بعض قصاصات الكرتون على هذه السلحفات حتى يصبح شكلها جميل وسوف نتحدث أيضاً عن النظافة ماذا نفعل خلال اليوم؟ الروتين اليومي نقوم بالاستهمام نقوم بتنشيط شعرنا بالتفريج أسناننا بغسل اليدين سوف إذن نقوم بالتحدث عن الروتين اليومي في وحدة من نحن وسوف نتحدث هذا الأسبوع عن حرف السين إذن هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع شكراً لكم وإلى اللقاء في حرف جديد شكراً لكم شكراً لكم